احنا لو اهتمينا بالمسرح المدرسي ولو غرزنا المسرح جوانا ولو اصبح المسرح هدف اساسي ورئيسي في ثقافتنا اليومية في حاجات كثيرة اوه تتغير لانه المسرح جوه جين جوه الدي ان اي وطبعا لا اريد ان اصدمكم بالحقيقة التي يمكن ان تعودوا اليها في جوجل دوروا زي ما انتم عايزين انه عدد رواد ومشاهدي المسرح في انجلترا اكتر من عدد مشاهدي مباريات كرة القدم في الدولة الانجليزية في اكتر من كده يعني لا يوجد مدينة واحدة بل لعلي اقول قرية واحدة في انجلترا على سبيل المثال ليس فيها مسرح فلما كنا في مدرسة احمد عربي الابتدائية بنين بنعمل المسرحات بتاعتنا فبتاعت تختارات الاسلام وحصل يعني حفاوة وقبول فبدأ طبعا كان عندنا مسابقات بقى مسرحية على مستوى المحافظة كلها فكان لازم المدرسة تشارك فاحنا بقى شاركنا وعملنا الفرقة المسرحية بتاعتنا عملنا مسرحية وطبعا شارك فيها من البنات شارك فيها اختي من مدرسة البنات المسرحية كانت طب تتعمل فين يعني اكبر مسرح عندنا هو مسرح مدرسة الصنايع في ويسنا معرفش هو الغد التي موجود ولا لأ بس كان مسرح يعني بمعايير طفولتي يعني وصبايا كان كبير قوي يعني مسرح ضخم وكبير ومجهز بكل الكواليس مسرح يعني يقام عليه احتفالات مسرحية ومسرحيات محترفة وكان عندنا مسرح في المدرسة الزراعية ومسرح المدرسة الزراعية ده شهد معايا مشهد غريب جدا في حياتي لا يمكن أن أنساه مهما يعني زادت الأحداث والحوادث والذكريات والدنيا كان فيه برنامج إزاعي اسمه الغلط فيه ويقدمه الأستاذ علي فاي زغلول كان من أنجح يعني برامج الإزاع المصرية وأكثرها نجاحا فيه فترة بقى السبعينات والتمانينات ومشي في التسعينات بقى اسمه مسرح المنوعات المهم كان بيروح محافظات وبيعملوا بقى المسرحيات ومسابقة وفي الآخر يعملوا تمثيلية إزاعية صغيرة أو مسرحية إزاعية كده على المسرح فيها غلطة في المعلومات ويحصل المسابقة الغلط فين واللي بيكسر بياخد 75 قرش والحاجات دي فكانهم بيروحوا يتجولوا في المحافظات ومنهم بقى جوهم عندنا في قوسنا في مصرح مباسة الزراعة حيث زحام منقطع النظير من الجمهور هائل الدخول مجانا فزحمة موت لدرجة إنه خالي الله رحمه كان جسمه ضخم شوية ورياضي كده فتقريبا شلني على كده عشان أتفرج وسط الزحمة دي كلها وخرجت الممثلات والممثلين بيقدوا أدوارهم طبعا الممثلين الإزاع في الوطن دول يعني نجوم الصف التاني أو التالت من التلفزيون والسينما يعني بس كلهم معروفين ومشهورين يعني مش هقول أسماء الممثلية عشان موقف اللي حصل ممثلات يعني وخرجت مطربة من المطربات بتنتهي الحفلة بمطربة بتغني أغنية تختم بيالها ظهرت المطربة الله يكتل له أستاذة فنانة أماني جادو أنا أفكرها عشان كان لها وبنية اسمها مش هعرف أهلي زمالك مش هعرف ايه أهلي زمالك مش هعرف حاجة كده يعني فإذا بالسبعمائة تمنمائة مشاهد المليين المسرح طلعوا على خشبة المسرح فإذا بالمطربة بالفرقة الموسيقية بالفنانين بيجروا والجمهور بيجروا أراهم نزلوا من خشبة المسرح على الممرات على الببان على الممرات بتاعت المدرسة على حش المدرسة على عربيات الإزاع اللي واقفة والمشهد بعبارة عن ممثلاتهم وممثلاتهم عاديين يجروا طبعا لو الأستاذ أماني جادو قاعدة تجري وفيه سبعبية أمدوبية بيجروا أراهم في مشهد هزلي يعني ما شفتوش في حياتي إلا في واقع أخرى في نفس التوقيت تقريبا كان النادي الأهلي جاي بيعمل مباراة ودية مع جمهورية شبين نادي جمهورية شبين أيام الأندية دي كانت الأندية بتلعب في الدوري ومش دوري شركات يعني دوري الدواء بيلعب سراميك يعني مش فاهم يعني مين بيشجع الدواء مين بيشجع السراميك حكا يعني مهم فالأهلي جيب بنجومه الشبان اللي وقتها نجومه الشبان اللي بعد شوية يعني جايز الخطيب كان موجود بسرحاتش عارفه إنما مين كان نجم المرحلة دي في الوقت دي بقى أشهر نجم في يوم أبراهيم عبد الصمد